سؤال خمسة بيحكي ليعللي ما يأتي يعد الماء الوسط الذي ينقل الحرارة إلى الطعام بطريقة الطهو بالسلق لأن الماء يعمل على إيصال الحرارة للطعام ومن ثم إنضاجه تتناسب فترة الطهو تناسبا ترضيا مع فقدان المواد المفيدة في الخضروات نعم لأنه كلما زادت فترة الطهو للأغذية أو الأطعمة زاد فقدان المواد المفيدة بالطعام وكلما قلت فترة الطهو قل فقدان المادة المفيدة بالطعام جيم تعد طريقة الطهو بالسلق من أفضل طرائق الطهو لأنها تحافظ على القيمة الغذائية للأطعمة وتكون بهذه الطريقة الأطعمة سهلة الهضم والتقطيع وضع دال وضع الدجاج المقلي في صحن فيه ورق المطبخ الصحي لامتصاص الزيت الزائد قبل تناوله ها تغليف بعض الأطعمة بالأغلفة الغذائية لأن هذه الأغلفة تعمل على توزيع الحرارة على الطعام وإنضاجه بسرعة والاحتفاظ بالمواد الغذائية في الطعام دون أن تتسرب إلى الخارج يعطيكم ألف عافية تامر